تفقد محافظة بنسويف محمد هنيواني مخر سيل سنور وآدي فقيرة لمتابعة الوضع ميدانيا بعد سقوط أمطار غزيرة أكد المحافظ في تصريحة الأكسترينيوز ناسيول لم توقع أي خسائر بشرية طبعا هو الموضوع ما ابتداش من النهاردة ولكن من كم يوم لما رصدنا أن حيبقى فيه أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى بنسويف الحمد لله بنسويف الأمطار نزت عليها مبارح كانت نعتبر أنها في المعدل وكانت خفيفة جدا لم تسبب أدنى مشكلة ولكن كانت المشكلة عندنا في الأمطار اللي نزلت على سلاسل جبال البحر الأحمر اللي كانت غزيرة الحمد لله لم تصل إلى السيول ولكنها كانت غزيرة فاحنا كنا رصدين ده وبالفعل الحمد لله احنا اشتغلنا من فترة من ساعة الأمطار الغزيرة اللي نزلت وصلت للسيول في شهر ثلاثة اللي فات عشان نرفع كفاية مخرص النور والحمد لله أنه هو تحمل مبارح كل الكميات الأمطار اللي نزلت عليه ومر الموضوع الحمد لله بسلام طبعا فيه أمطار أخرى نزلت على ودي فقيرة زي ما حضرتك قلت في بيبة وروحنا وطمنا هناك التلفات اللي موجودة هناك الحمد لله اطمنا على أن أهلنا كلهم بخير في بعض التلفيات في بعض قطع الأراضي اللي هي على الانيل مباشرة الحمد لله لا يوجد أدنى خسائر في الأرواح في بعض الخسائر في الأراضي زي ما احنا قلنا وبالفعل التضامن موجودة هناك والزراعة لشان يحصروا هذه التلفيات احنا موجودين لحد الفكر هناك فيه الطريق الشرقي طريق الجيش علشان طبعا الأمطار دي قدت أن غرقت الطريق وحصل جاء انجراف لبعض السيارات الحمد لله اطمنا للناس كلها بخير الحمد لله وما مشناش فجرا غير لما اطمنا الحمد لله أن الطريق خالي تماما وفيه لجنة من القوات المسلحة تفحص الطريق للتأكد من سلامته قبل فتحه مرة اخرى